اشتركوا في القناة قرآنيون أذن فيهم ذكر الله فأتوا من كل فج عميق كتاب الله وردهم وامتلاؤهم ونضوبهم والنشيد المخبوء في القلب والشفتين الليل مشاهدين ستهرع أرواحنا معهم لكتاب الله وقد فاز من اتخذه قرينا ودليلا متسابقون وصلوا إلى المرحلة نصف النهائية بروعة أدائهم وتمكنهم حيث خاضوا منافسة شديدة وهم الآن قاب قوسين أو أدنى من التأهل للمراكز الأولى الليل مشاهدين سيتبارى خمسة متنافسين ومن يفز منهم ينتقل للمرحلة الأخيرة التي سيتبارى فيها أصحاب أعلى خمسة معدلات أرحب أجمل ترحيب بلجنة التحكيم الموقرة وأبدأ بالشيخ الدكتور باسم العابد حياكم الله حياك الله وحيا الله بمشاهدين الأكار كما أرحب أجمل ترحيب بالشيخ عمر بوسعدة من الجزائر حياكم الله مرحبا بك أخي محمد وبمشاهدين الكرام واستقبل الله الصيام الجميع ومن جمهورية مصر قضيلة الشيخ محمد فهم عصفور أهلا وسهلا بكم حياك الله حبيبي وأهلا وسهلا بك وبالسادة المشاهدين جميعا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم الصيام والقيام حياكم الله ومن سوريا الأستاذ عماد رامي حياكم الله أخي الكريم أسأل الله تعالى أن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه تعالى كما أرحب أجمل ترحيب بالسيد حسنيني الحلو من العراق حياكم الله سيد حياكم الله يا عزيزي بارك الله فيكم وأخيرا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية القارئ والمنشد الدولي سيد كريم موسى حياكم الله سيد حياكم الله وفقك والله احفظكم جميعا كما ننوه مشاهدين الكرام نظام برنامجنا هو أن يقوم المتسابقون باختيار النصوص عبر القرعة وذلك بسبب ارتفاع ورقي مستوى المتسابقين على بركة الله نبدأ مجريات هذه المنافسة كونوا معنا جذب قلوب اللجنة بانتقالاته المتزنة والمتناسقة فاستحق التأهل للمرحلة نصف النهائية أحمد السيد اسماعيل من مصر بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار وثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء اللّه آناء الليل وهم يسجدون يتلون يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم أياكم الله مشاهدين الكرام عدنا إليكم من جديد بعد استماعنا لتلاوة طيبة للمتسابق أحمد السيد إسماعيل من مصر مباشرة إلى لجنة التحكيم بعد أن نتشكر شكراً جزيلاً لكم على هذه التلاوة سيد كريم موسوي لكم الكلام شكراً حبيبي أحمد الله يحفظك إن شاء الله أنت تذكرني بالمرحوم كنت ملتزم بمحمد أحمد عامر ما أدل إن شاء الله عدل البسيوني عدل يعني البسيوني عدل بس أحمد عامر توفى رحمة الله رحمة الله على أحمد محمد عامر صوتك نظيف يعني ولا بشيء من الخش ومصري وتركيز وفصاحة أداة شفتها من أول التلاوة إلى آخر التلاوة وكأنك تقرأ بستوديو ولكن يعني الشفتة هو أنت محصور ومحدود بين طبقة واحدة بالتلاوة فإحنا شايفين هاي بتلاوة يعني مصريين كثيرين مثلهم متولي عبد العال إلا قليل يعني يصعد بالطبقات والثانية اللي أنا شوية يعني شفتها مو طبيعية أنت عندك سرعة منتقال بين الطبقات وبين المقامات يعني بساعة تريد تأدي الواجب وتتعدى للطبقة الثانية أو المقام الثاني فيا ريت الصلح حبيب قلب ضيلة الشيخ باسم العابدي تقييمكم أحسنتم مبارك الله بكم أحسنتم الشيخ أحمد الله يحفظك وكانت تلاوتكم جيدة ووقوفاتكم جيدة إلا أنكم في نهاية التلاوة خالفتم المنهج فأنتم لم تحسنوا الانتهاء واضطررتم إلى إعادة نصف الآية لكي تنتهوا وهذه ممكن أن يسجلها عليكم الأساتذة فيه لا أدري ما هو السبب الذي جعلكم لم تحسنوا انتهاء الآية بكيفية التصديق فهذه ربما بعض القراء من أجل أن يأتي بنغم جديد نغم آخر يضحي بمسألة الوقف والابتداء لعلكم اشتغلتم على هذه الخاصية لا أدري ولكن سجل عليكم تكرار الله يبارك الأستاذ عماد رامي رأيكم أحياكم الله أحسنت أخي وأستاذي الشيخ باسم مضبوط كلامه تماما أنه أنت كنت عما تروح بس مشان تحط على البيات هذا اللي خلاك تعيد تمام الله يعطيك العافي بس صوت مثقف ومحترف وله جمالية خاصة الله يعطيك العافي موفق شاء الله ختاما مع الشيخ محمد عصفور تفضلي حياك الله حبيبي يا مولانا شيخ أحمد زادك الله تواضعا ورفعة ورزانة بس سمعنا أيتين الأول ترتيل لأنه فعلا أنا رد أسمع الترتيل منك بعد إذن الإخوان يعني خدمتكم شاء الله نعم تفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا أحسان طيب الله عن فاس طيب الله عن فاس أنت أول بلا مناظر وهو الأول في قلوبنا بالتأكيد وبنينا فوقكم سبعا شدادا ما شاء الله 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 وين كنت مخبّي هالإبداع يا عزيزي يا حبيبي أنت ما عم تقول له رتّل عم تقول له جوّد وغيره أنت دورة مرتّلة عندك يعني؟ دورة مرتّلة عندك؟ لا حضرتك ببقى محدود بس في التلاوة بالأحكام لا لا أكيد 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 هذه المسابقة هي خاصة بالتلاوة ولكن هذا الإبداع فتشيد تنقلاتك وحتى انتقالاتك من القرار إلى الجواب وإلى القرار المنخفض شيء جيد جدا أحسنت أحسنت شكرا جزيلا يا عزيزي شكرا جزيلا للجنة التحكيم وشكر موصول للمتسابق أحمد السيد إسماعيل من مصر كنت خير ممثل لمصر شكرا جزيلا على هذه المشاركة التوفيق يا راقي الله يبارك فيكم إن شاء الله الله يعتبر فضك الله يا راقي الأداء الباهر والأكثر روعة ارتقاء واقتدار دون تكلف والأهم المحافظة على الإحساس محمد نذير أصغر المتسابق الذي منحته اللجنة أعلى معدل فهل سيحافظ عليه في هذه المرحلة محمد نذير أصغر من الفلبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يسمبر تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يوشي الليل النهار ترجمة نانسي قنقر 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 يسقى بماء واحد ونفطل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون صدق الله العلي العظيم أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مشاهدين الكرام حقا استمتعنا بتلاوة طيبة جميلة للمتسابق محمد نذير أصغر من الفلبين حياكم الله وطيب الله لكم الأنفاس لجنة التحكيم وأبدأ مع السيد حسنين شكرا جزيلا هو بس اسمه أصغر بس صوته أكبر الله شكرا جزيلا إليك نحن نتشرف بك بمشاركتك بجائزة العميد ونفتخر أن هذه الجائزة وجدت هذه الفرصة للاستماع إلى هكذا أصوات من بلدان مختلفة وبلدان محترمة وقراء محترمين جدا وأداءات فوق المحترمة الصوت والطاقة الصوتية اللي عد محمد يعني قليل ما شفناها ببقية المشتركين كطاقة صوتية بدأ متلكئ بسيطا يعني فتشي بسيط وكلاسيكي تقريبا الاستهلال لكن لما دخل إلى التوسط من الإيجابيات اللي لاحظها من الإيجابيات اللي لاحظناها بأداء غير متوقع بعكس الاستهلال مثل اللي هو كان كلاسيكي طبيعي يعني كل مرة يسوي جملة تتوقع يعني ماذا يأتي بعدها بالعادة لكن هو يفعل الأصعب ويأتي الجواب الأصعب يعني ممكن هي زاوية هذه يعني تأتي جميلة جدا والأخرى أقل منها ويأتي فوق الجميلة في كثير من الأحيان ولكن يحتاج إلى تمرين أكثر على الصولفيج هذا يكون لازم تتعلم حتى هذه الرشفة اللي موجودة خصوصا في نهايات الآيات يعني بالقفلات هذه تأتي رشفة بعض الأحيان هذه يحتاج لها تمرين خاص قالب تلاوة ممتاز خارطة ممتازة والصوت فوق الممتاز وشكرا جزيلا الشيخ محمد فهمي عصفور حياك الله حبيبي يا أهلا وسهلا بسفير الفلبين حياك الله حبيبي القرآني كملها شيخ محمد سفير الفلبين القرآني طبعا نعم وزير كمان وزير قرآني أولا مبارك لك تأهلك لهذا الدور وأنت تستحق يعني من المرحلة الأولى والحمد لله أيضا أبليت بلاءا حسنا فهنيئا مريئا لك بالنسبة لنا كأحكام تجويد كمؤاخذات قليلة جدا وهي أيضا بسبب الجمل النغمية أخذت عليك بس كلمة وهو حاول تضم الهاي شوية ما تسكن وهو ولا عندنا الهمزة الساكنة في يؤمنون لا تقلق للهمزة الساكنة وما عدا ذلك هو بسبب الجمل النغمية والحمد لله أداء رائع وأكثر من رائع موفق ومبارك عليك حبيبي الشيخ باسم العابدي لكم الكلام بارك الله بكم أستاذ محمد بارك الله بك حفظك الله أمتعتنا في المرة السابقة وفي هذه المرة أيضا بارك الله وخرقت الجادة قليلا في الوقف والابتداء في التلاوة السابقة أشرنا إلى أمر وقلنا لزميلك وصديقك أنك يجب أن لا تفرق بين المتناظرين أو المتقابلين وأنت هنا في قوله تعالى صنوان وغير صنوان فرقت بينهما هاتان الجملتان متقابلتان أو هاتان كلمتان متقابلتان صنوان وغير صنوان ما كان ينبغي لك أن تقف على صنوان حتى تكمل المقابل لها كانت هذه هفوة وهنى بسيطة لا تقلل من شأن تلاوتك الجذابة والجميلة شكرا لك السيد كريم موسوي أختم معكم أستاذ محمد نذير كلك روعة وجمال وارتقاء وهيمنة لا يوجد شيء أظيف عندك شيء غير القرآن مثلا إنشاد أو يؤذن عند أذان خاص إلى فريدنا نسمعه إذا ممكن ماذا تطلبون بعد؟ نسمع شيء غير القرآن عندك شيء؟ أنا أقول إنشاد حتى الجماعة ما يحكموا نشيد نشيد نعم تفضل نشيد القرآن بالعرب ولا بالفلبيني؟ العرب بالعرب الله جميل من يترجمنا؟ يا الله نسمع دكتور عمر يترجمنا في الفلبين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وعودا ورحمة الله اللهم زكرنا منه ما نسينا علمنا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا كلاواتهم آماء الليل الليل وأقراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين أنا أتوقع جازما أن في ذاكرة العراقين سينطبع اسم لمحمد ورسم لمحمد وصوت محمد وكل من يشاهد جائزة العميد ومن خلال جائزة العميد سيصل صوتك إلى أكثر وأغلب البلدان الإسلامية إن شاء الله بالتأكيد يا سيد حسنيا لين قلوبنا بل استحوذ على قلوبنا بتلاوته وإنشاده فكيف لا يصل هذا الصوت إلى آخر العالم محمد نذير أصغر من الفلبين كنت خير سفير قرآني للفلبين شكرا جزيلا لك على هذه التلاع شكرا جزيلا قاري محترف يحسن اختيار الطبقة التي تناسب إمكانياته مجتبى هرندي زادة من إيران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ وَلِيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَا هُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا يَنْزَوَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُونَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إنه سميع عليم إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوُوا إِذَا مَسَّهُمْ فَاسْتَعِذَا مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقُصِرُونَ وَإِذَا لَمْ تَأْتِينَ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْ لَجَتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّ قَالُوا لَوْ 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 لَنْهُمْ وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العلي العظيم حياكم الله مشاهدين الكرام عدنا إليكم استمعنا لتلاوة مباركة طيبة للمتسابق مجتبى هارندي زادة من إيران طيب الله أنفاسكم وانتقل مباشرة إلى الأستاذ عماد رامي تفضلوا أنا الأخي محمد حياكم الله أخي مجتبى ماشاء الله يعني أنا للأسف أريد أن أقول لك كلام كيف تزعل مني اللي قديته بالدور السابق كان أفضل من هلا صوتك قوي وقادر لكن للأسف ما عم تعرف تستخدمه مضبوط اختيارك للطبقات غلط انتقالك بين المقامات في أخطاء عديدة بس إن شاء الله بالممارسة وبالأيام القادمة إن شاء الله وبالمسابقات القادمة كون أفضل شكراً لكم شيخ باسم العابدي تقييمكم أحسنتم بارك الله بكم مجتبى لم أسجل عليكم شيئاً من جهة الوقف والابتداء تلاوتكم كاملة صلى الله لكم التوفيق شكراً لكم عضيلة الشيخ عمر رأيكم مجتبى ما شاء الله كنت أحسن من الدور الأول بهذا الدور النصف النهائي ولكن هناك بعض الملاحظات عندما اطلعت الأوراق وجدت أن بعض الملاحظات تكررت كتفخيم الواوات عندك أغلب الواوات وواواواواوا إذن غير ذلك فانتبه للواوات نقول و أحياناً حتى لم تجاور حرفاً مفخماً واهوداً قلت واهوداً إذن انتبه وتجر معك الحروف الأخرى وكذلك إطالة أزمنة الغنى أحياناً حتى تتم الجملة النغمية ثم تترك الغنى وتنتقل الحرف الآخر فأزمنة الغنى معلومة ومضبوطة بالتوتر إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كذلك انت به لأزمنة بعض الحركات وربي فقلت أنت وربي وربي أسرعت في اختلاس الكسرة هنا والمدود الفرعية كذلك حيانا تزيد عن مقدارها الذي تواترت به قراءة القرآن الكريم فبارك الله فيك اللحل هذه الإشكالية أستاذ أمر ماذا حصل شبه التناقض بينك وبين أستاذ عماد أستاذ عماد قال أنت لم تقرأ مثل المحل الأولى أنت قرأت قلت له أنت هنا نعم هنا هذه قاعدة أصولية يقولون لها مناسبات الحكم والموضوع يرتفع التناقض في الجهة التي تحدث بها أستاذ عماد والجهة التي تحدث بها أستاذ أمر فأستاذ عماد تحدث بلحاظ الصوت والنغم فيما تحدث الأستاذ أمر من جهة قواعد التجويد فرفع الإشكال والتناقض أحسنتم في إغناء على هذه الملاحظة شكرا جزيلا لكم ننتقل إلى السيد حسنيا رأيكم في خدمتكم شكرا جزيلا لكم أستاذ محمد وشكرا للأخ مشتبة مشتبة طاقة الصوتية واضحة وإمكانية الصوتية واضحة مميزات الصوت الكثيرة واضحة جدا كلها عالية تقريبا ولكن فيما مضى تحدثنا عن فكرة النغمة وتنفيذها هو يحتاج إلى استماع أكثر حتى تكون عنده أفكار وخزين من الأفكار النغمية وأيضا للتنفيذ الصحيح يحتاج إلى تمرين أكثر حسستني أنه كأنما النص أعطي له توا في حين أن اللجنة الموقرة أعطت النصوص سابقا من خلال القرعة لكل المشتركين الذين تأهلوا إلى هذه المرحلة فبالتالي عنده وقت كافي حتى يتمرن كثيرا عن الجمل النغمية اللي متعلمها هو سابقا في السنوات الماضية أتمنى للموفقية وإن شاء الله تعالج هذه يعني خنقول الهنات البسيطة التي وقعت شكرا جزيلا للجنة التحكيم وشكر موصول للمتسابق مجتبة هراندي زادة شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا تفضلوا حياكم الله أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام وحياكم الله نذهب وإياكم إلى فاصل ثم نعود كونوا معنا يا راد يوسف على يعقوب رد علي أولادي كلمات رددتها جوارح الأم التي حال الفراق بينها وبين أبنائها بفعل ظروف الحرب والتهجير وعندما حان اللقاء بعد طول فراق كان القرآن الكريم المائدة التي اجتمعت حولها الأم مع الأبناء عانينا بظروف كل الصعبة يعني جدا كان مطاردين من قبل النظام هذه أول نقطة فبعده أخوي همتان يعني من المجاهدين واستشهد على بالطريق أول وصيل أخوي قبل لا أززوج طبعا هالله الله بالقرآن وهالله الله بالتفسير لحد الآن ما أقدر أنسى هذا الموقف الوصح بي أثنين هم كان زوجي يعني محاصر وسجين يعني وبالقوة يا الله إن شاء الله يطلع ونشوف إليه طريق اللي إحنا نهاجر به ولكل يعني كل من مشاله نقسى منه أقسام واحد ما يدرب الثاني قلبتي الكبيرة بنتي صارت بمحافظة إحنا هم صرنا أول مرة محافظة بعد بعديا إنه هاجرنا الولد صار طلع قبلي لأن عائلتي كانت كبيرة ونخاف يعني من الطريق فأحدى عمات أخت السين أخذت توياها وقالت أنتم إن شاء الله يومين وتلتحقون بينا وإلى آن ثلاث سنوات تقريبا يلا التقيت بالابن الكبير أم تفارق ابنها ثلاث سنوات أو أكثر يعني جد هاي ظروف قاسية وصعبة اللي بنيه سلس سنوات هم كذلك يعني ما أدري يعني فتمر أضييت يعني ما أقدر أشرح بعد أكثر من هذا أتأذي اللي قال لا يوصف يعني حتى الناس اللي شافتني لهذا ظلت تبجي علي هاي ما أقدر حضنت ابني رفعتي وباعلي صديق آني بحليم يعني من شفت ابني من بعد ما التقينا لحد الآن أنا لا مفارقة صورتي ولا مفارقة صوتتي يعني دائماً هو اللي كبير غير شيء يصير معاه هذا هو لأن طريق قرآني فاحترام خاص سيد حسن كانوا أكود صير مسابقة قرآنية حقيقتين نجلس أنا والعائلة أمنية في قلبي فأمنية عندي ولد ويدخل بالمسابقة وأفتخر به وأرفع وعندي أمنية إنه أحفظ القرآن والحمد لله حفظت القرآن وحفظت التفسير والآن اليوم أنا أدرس وعندي حلقات قرآن موجودة حلقات حتى بيتي موجودة الحلقة ودرسته الإمام الحسين طبعاً قبل ذلك نبقى وإياكم مع قصة قرآنية من وحي القرآن الكريم أهلاً وسهلاً بكم حجية وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وما أجمل أن تحضر الحاجة وداد أم السيد حسنياً الحلو لكي نتعرف أكثر القصة أم الحبيبة سلام عليك أم الحبيبة أهدي إليك أم الحبيبة سلام عليك أم الحبيبة أهدي إليك أهدي إليك نور عيوني أهدي إليك كل فنوني أهديك روحي أهدي إليك أهدي إليك أهديك قلبي في يوم عيدك أم الحبيبة الله عليك الله عليك شكراً يا سابق شكراً يا حبيبي شكراً 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 الله يبارك سيدنا بعد أن نتعرف على هذه القصة والله فاجأتوني أنا لم أحضر شيء صراحة يعني حياكم الله حجية على أي حال أهلاً وسهلاً بكم شرفتمونا بهذه الدقائق القرآنية بهذه المسابقة الله يطيكم الصحة والعافل إن شاء الله بعد ما شاء الله هذا الفخر إن شاء الله الوالدة حقيقة يعني ما أعرف شقرالك بعد وبراً بوالدتي الله أنا كنت مفارقهم لما كنت طفل لعله بعض الأحبة في العراق يعرفون قصتي من كان عمري ست سنوات إلى حد عشر سنوات أنا ما كان عدي علم بيهم أنهم وين راحوهم الله أكبر ولما إجوا والتقينا بعد أربع سنوات يعني صار عمري عشر سنوات ما كنت أعرف وجوههم لأن ما عندي أي معلومة عنه لا أم ولا أب ولا إخوة أبداً نهائياً ولكن سبحان الله عوضنا الله بالقرآن رغم أنها هي نحن التسع عطفال يمكن وياي مو وانشغالها بالبيئة والظروف المعيشية اللي كان يمر بها الوالد الصعبة جداً يعني من الصبح للليل حتى ياده يكمل لقمة العيش اللي يوفرها إنه والوالدة طبعاً لم تكمل الدراسة بسبب الزواج والأطفال وكذا ولكنها أول من أتم حفظ القرآن الكريم في الأسرة بالمهجر وهي كان المشجع الأساسية والوالدة أكيد لكن هي رغم كل الظروف هي التي أتمت حفظ القرآن الكريم حتى قبل أخواتي حتى قبل دخولي لله حتتترني للقرآن الكريم حديثي الشريف نقول القرآن مأدبة تعلموا من مأدبة الله ما استطعتم هل تقدرونه؟ الله الله وأنا أوجه كلمتي لكل أم إن شاء الله مثل بدورها أتوجه ابنائها لهذا الطريق اللي يرضي الله ورسول الله طريق القرآن أحسن عشق يعني يوم ما أقرأ قرآن أنا أتأذى حقيقة فأوجه إن شاء الله كل أم لا تنشغل منا ومنا أنا ممكنت رغماً الضغوطات ورغماً المهجر ورغماً هذه بس أنا ما تركت لا القرآن ولا تربية الأطفال هذه نعمة عظيمة ما شاء الله ولا تركت أي شيء فأوجه إن شاء الله جميع الأمهات للشباب إن شاء الله يعني البيت الذي يتلى فيه القرآن يتلألأ كالنجوم في السماع هنيئة لك هنيئة لك لم تكتفي فقط بتعليم أبنائها القرآن وإنما هي لأني معلمة لكل الأجيال القرآن الكريم هنيئة لك هنيئة 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 لك هؤلاء الأولاد مرار الصالحين ما شاء الله خيعونك عليها أيو الله طبعا طبعا إن شاء الله هنيئة أنا أريد أهدي أبيات بصفة بأن الأم الكل هي الزهراء سلام الله سلام الله ما شاء الله هنيئة لك هنيئة لك هي بحر النذا وأم المعالي قال فيها النبي قال فيها النبي أم أبيها الله 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 سيد باغر الفالي رحمة الله نعم ختاما أقول بما أننا بعد في هذه الأجواء ومع خدام العباس أنا من أبو يمن أم ومن أبو يتعلم يتحبهم وجدي أولا أهم صبح واقي وجدي وجدي أعلى باب حسين أردوغ وجدي أعلى باب حسين أردوغ وجدي من عند الشفاع الكوم حفظ الله كل أمهاتنا شكرا جزيلا لكم حجياتنا الكريمة شكرا للسيد حسنيا رسال الله لكم التوفيق والعافية سيد حسنين هذه نعمة لا يشعر بها إلا من فقدها والله لا يشعر بها إلا من فقدها نعمة الأم ونعمة الأب بسبب الولاية أنا فقدت أبوي وأمي ما شفتهم من عشر سنوات وماتوا أنا في الغربة فهذه نعمة لا يشعر بها إلا فقدها صدقا رحمة الله عليهم جميعا والله العظيم يعني أنت معك جنة 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 الدنيا وجنة آخرة أكيد أكيد الله يبارك لك فيها الله يبارك فيكم إن شاء الله جزاتكم شكرا جزيلا لكم حجي على هذا الانضمام وأسأل الله لكم التوفيق والعافية دمتم في حفظ القرآن دائما وأبدا شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم سيدي أنت بعد أترك لكم المنصة هنيئا لك بالمحسن محترف في الانتقالات وأداء النغمات وتصوير معاني الآيات أحمد جمال الركابي من العراق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُمْ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ بَلْ أَحْيَاءُمْ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُطِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ يَسْتَبْشِرُونَ يَسْتَبْشِرُونَ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحِ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْ أَجْرٌ عَظِيمٌ أَلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعَمَ الْوَكِيلُ فَانْقَلَبُوا بِمِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَبْسَسْهُمْ سُورٍ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٌ صدق الله العلي العظيم حياكم الله مشاهدين الكرام تقبل الله صيامكم وقيامكم استمعنا لتلاوة طيبة أخذت بالقلوب للمتسابق أحمد جمال الركابي من العراق شكراً جزيلاً لكم على هذه التلاوة الطيبة وأبدأ مع فضيلة الشيخ بوسعدة تفضل أحمد جمال ما شاء الله حسنت كنت جميلاً في أدائك وجميلاً في طلعتك وطلاتك فما شاء الله كنت رائعاً في أغلب الأحكام ولكن ما شمل قراءتك هو تفخيم الحروف تفخيم الحروف ربما اللهجة العراقية أثرت فيك كثيراً وإلى غير ذلك خاصة بعض الحروف وعند مجورة مفخمات لمسافلات فأنت تفخم بعض الحروف ولديك كذلك تخفيف حرف العين عا ليس عا عا العين معروفة بتوسطها للعمر وكذلك ينتبه لبعض الساكتات نبهنا سابقاً فلا تسكت عند نهاية الكلمات إلا ما توتر عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كذلك ينتبه لتمطيط المدود وكذلك الموازن بين المدود الفرعية المدجائز منفصل أربعة أربعة يعني لا يكون واحد أربعة ولا آخر ستة لأجل النغمة أو الجلمة النغمية بارك الله فيك حسنت ما شاء الله شكراً لشيخ عمر شكراً لكم سيد كريم موسوي تقييمكم أنا اختصرت يعني بمفردات أنا أقول أن أحمد تركيز ذكاء إحساس أداء باهر وراية حلاوة صوت طاغة نغمية عجيبة يعني الله يحب الله أنا أحبت هذه الخلطة خلطة بها شيء من العراق لو من الناصرية لا أعرف فالله يستطرك إن شاء الله والله يقويك ونشوفك بالمرحلة الآتية بعون الله ياركي أستاذ عماد رامي رأيكم شنو هالجمال الله يحب شنو هالرقي يمكن أن تعد خصيصة لهذه المسابقة أننا شاركنا في تحكيم عدد كبير من المسابقات القرآنية في داخل العراق وفي خارجه عادة يأتي القراء في المراحل التمهيدية أو في المراحل الثانية الأخرى النهائية ويسألون من الحكام أين أقف من أين أبتدئ ولكن في هذه الدورة من المسابقات لم يأتي أحد من المتسابقين يسأل لا أحمد ولا الآخرين بحكم علاقة أحمد معي علاقة طيبة وهو من أبنائنا المتربين في حضرة القرآن وفي دائرة القرآن ولم يستثمر هذه العلاقة ويسأل أين أقف ومن أين أبتدئ وهذه تسجل له وتسجل إلى المسابقة بارك الله بك يا أحمد إن شاء الله نراك في مراتب عالية وقوفاتك جيدة فقط وقفت وقفا اضطراريا لا خوف عليهم الآية طويلة سطرين ونصف فلا يسجل عليك هذا الوقف نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك أن يجعلك مرتبطا بالقرآن الكريم روحا ولفظا يا رب اللهم أمين أختم معكم السيد حسني أنا أختصر جدا أنا سأقسي أحمد كثير لأنه قسى معي كثيرا لأنه الجملة الأولى بالاستهلال كتبت جميلة جدا وراها كتبت جميلة جدا حطيت لها ألفين المهم الجملة الأخيرة صارت الجدا ها قدها الله فانترست الورقة على كل حال أنا أقول وأثني على كلام سماحة الشيخ الدكتور أحمد من ولاداتنا اللي نفخر بهم حقيقة وأحمد كثير التواصل مع كل الأساتذة أو أغلب الأساتذة ليستفيد ومتطور ورغم أنه عند طلبة كثيرين يعني كثر يتعلمون منه ولكن لعله هذه المسابقة الوحيدة التي لم يتصل بنا نهائيا رغم تواجدنا معهم بالكواليس هذه إضافة كما تفضل جناب الدكتور ومثل ما أشار الأساتذة أحمد اليوم ما أقول فاجأنا لكن ولكني أقول لعلي من أجمل ما سمعت لأحمد أحمد جمال الركابي في هذه المسابقة وهذه أيضا لا تعني أنها تأهيل الموقع القادمة نشوف نتمنى للموافقية خصص التركيبات والانتقالات بإحتراف تام أداها شكرا جزيلا لكم إذن جمال زينه جمال من أحمد جمال الركابي مثلت العراق خير تنفيل شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا صوت وارتكازات ناضجة وأداء متقن كان وراء انتقاله إلى المرحلة النصف النهائية فهل سيمثل سوريا في المرحلة النهائية؟ هذا رهن أدائه الليلة مع المتسابق الأخير في مرحلة النصف النهائية إياد بسام مهرة من سوريا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم حياكم الله ومشاهدين الكرام عدنا إليكم مرة أخرى بعد استماعنا لتلاوة طيبة من المتسابق إياد بسام مهرة من سوريا طيب الله لكم الأنفاس وأنتقل مباشرة إلى فضيلة الشيخ الدكتور باسم العابدي لكم الكرام حياك الله الله يبارك بك مرحبا بك من سوريا إلى العراق الله يبارك بك معك الله قرأت بشكل جميل وجيد وجذاب ولكن نصك فيه بعض الصعوبات فتأثرت بهذه الصعوبة التي وجدت في نصك ولكن في الآية الأولى لم تكن الآية طويلة لكي تقف وتعطي معنى الإطلاق للإباحة هذه الأوامر أوامر إرشادية كما ورد في هذه الآية تعرفون الأوامر الإرشادية وكلوا واشربوا ولا تسرفوا وأنت وقفت على واشربوا يعني أبحت للآكل والشارب أن يأكل ما يشاء في حين الآية القرآنية تقيد الأكل والشرب تحدده يعني تقول لك كل أنت مباح لك أن تأكل ومباح لك أن تشرب ولكن لا تسرف فكان كلمة واحدة كان يمكنك أن تتحمل وتكمل النص حتى يكتمل المعنى الله يبارك بك إن شاء الله على المسابقات الأخرى أو على القراءات الأخرى نستمتع بطلاوة متكاملة معناً ونغماً وصوتاً شكراً جزيلاً لكم أستاذ عماد رامي لكم الحديث حياكم الله أخي المرة الحمد لله بيضة أكتر من هذه المرة المرة أفضل يعني تجاوزات بسيطة باختيار العلامات الموسيقية بين المقامات يعني شغلات بسيطة نستطيع أن نتلافعها بقراءات ثانية إن شاء الله بارك الله فيك الله يبارك فيك شكراً لكم الشيخ محمد أصفور حياكم الله حبيبي أخي الكريم إياد حياكم الله شيخ يعني شهادتي فيك مجروح الله خلينا ياك الله يبارك فيك وهذا لأنكم أهل سورية أهل العلم وأهل الإقراء الله يبارك فيك الله يبارك فيك استغفر الله والله من عليكم بمقرئين لا حصر لهم الحمد لله الحمد لله وما أقوله الآن أنت تعرفه أنا على يقين أنت تعرفه وتلقيته ولكن لعل مقام التسابق أو مقام الأنغام أو هكذا هو الذي جعل هذه الهفوات نعم أكيد فالهفوات التي وجدناها تكاد تكون كلها خاصة بأزمة أزمنة الحروف وأزمنة المدود وأزمنة الغنى أما من جهة المخارج والصفات والفصاحة وكل هذا جيد أما هي مشكلة أزمنة فقط إما اختلاس وإما تمطيط سواء في الحرف الساكن أو في المدود الطبيعي وميزان القراءة ميزان القراءة هو المد الطبيعي والحرف الساكن إذا ضبط الاثنين إذا ضبط الاثنان فيعني بطبيعتها تخرج موزونة نعم فأرجو الانتباه لهم وطبعا المواضع كثيرة يعني موجودة أمامي وأنا أخذتها بشكل عام الله يزيك أفر فلو عددتها لك كثيرة يعني لكن انتبه بشكل عام المد الطبيعي والحرف الساكن حاضر حاضر وفقك الله لما فيه بيضاء شكرا لكم سيد كريم موسوي أسأل الله لكم العافية تفضل حياك الله كنت طيبا أنت هم مهضوم وهم متواضع يعني أنا أحس هالخلق هذا مأثر حتى على تلاوته هكذا هم أهل القرآن أسأل الله يعني أنت حتى تقرأ حساب يعني متواضع فالتنغيم والصوت ما يريد ما أدري ما أسميها والله خاطر يعني ترتاح لك أو ترتاح لك فالله يستطرك إن شاء الله والله يوفقك اللهم أنت هم ترتل عندك أو إمام مسجد نعم إمام مسجد أنت إمام مسجد فهي يعني أنا ماني أشتبه ها هي من بينها يعني الله يبارك فيه شكرا لكم سيد حسنيا رأيكم شكرا جزيلا أستاذ محمد شكرا إياد خطوة عزيزة أنه نلتقي بكم في جانزة العميد من سوريا الحبيبة سوريا الصابرة شرفكم نحن نحب كل سوريا تقريبا ما عدا طبعا ما عدا أستاذ عماد تسيّد على قلوبنا لا لا عن جد ما عدا أستاذ عماد لأنه نحبه جدا كثيرا لجواب جواب الجواب نعم جواب الجواب نعم فأنا أطلب منه سيد كريم واستاذ عماد نعم واحد يرد على فهم كلهم واحد نعم جواب الجواب طلع البدر علينا من ثنيات الوداء وجب الشكر علينا من ثنيات الوداء وجب الشكر علينا قد أعا لله مرحبا يا مصطفانا نورك البالي أضاء رغم ألف الملقدين فضوه عم البقاء طلع المنزر علينا من ثنيات الوداء ووجب الشر علينا مرحبا يا مرحبا كل أنوار السماوات تجلت نعم نعم ببنة الزكرا ببنة الزكرا هذا اليوم حلت فهي زين الأب وأخت الحسنين طلع البدر علينا من ثنيات الوداء وجب الشكر علينا ما دعا لله داء حتى بلد سماء الله صلى الله عليه وسلم لا يطار لها على جناق ولا يوسع على قدمي نعم حتى بلد سماء حتى بلد سماء حتى بلد سماء لا يطار لها على جناق ولا يوسع على قدمي وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستني فيه طلع البدر علينا من ثنيات الوداء الله شكر علينا شكر علينا ودعا لله داء ما لي على البعد صبر يبعث الأمل لا إلاك يا أيها البدر الذي كملا تفديك عين محب أن تناظرها يا رسول الله وكيف لا وكيف لا وكيف لا وكيف لا وكيف لا وكيف لا حتى أسقمني وقرب الموت مني والأجل يا ليت لي نظرة يشفى بها سقمي من ناظريك وتشفي الدا والعلمات إمام غصري يا أسندي أنت بعد الله أنت ماذي فقدني يا أخيرتي يا رسول الله يخوذ بيدي الله 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 وصل على محمد وآل محمد حقاً يا دقائق كانت مسك وكيف لا حينما نكون ما بين القرآن وما بين هذه الحناجر التي تصدح بحب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم شكراً جزيلاً لكم يا أسلام شكراً جزيلاً لكم أحسن حياكم الله مشاهدين الكرام إذن استمعنا وإياكم إلى خمس تلاوات طيبة في هذه المرحلة وسنكمل في يوم الغد إن شاء الله خمس تلاوات أخرى إلى ذلك الحين في أمان الله موسيقى 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 شكرا